هاي صبايا انا سارة بمناسبة شهر رمضان الكريم حبي اسألك اشتريتي اواعي العيد لاني اذا لسه ما اشتريتي اواعي العيد انا بدي اكي لا تستعجلي ولا تشتري شي لاني بعد الالتزام بهات تمرين البطن لمدة 30 يوم رح يساعدك على تصغير مقاس بانطلونك فاذاك انت حبي تنزلي من 42 لل40 او من 40 لل36 عليك بهدول التمرين لاني رح يشدوا ويقووا منطقة العضلات السطحية والعميقة في منطقة البطن والخواصر اذا كنتوا جاهزين وابما تكونوا جاهزين في عنا برامج مجانية ونزلنا خطة رمضان وكمان برنامج رمضاني رياضي على صفحتي www.seripopfi.com وكمان في عنا عزيزاتي برامج مدفوعة اشتراكات نيومية اللي حاب يكون في عندها مشرفة فوق راسة تشرف على اكلتها ووجبتها وحركاتها ونعطيها برنامج غزائي ورياضي يتناسب مع هدفات تشترك على برنامج نيومي تشترك مع برنامج احرف الجر برنامج نيومي على صفحتي www.seripopfi.com او تتواصل مع فريق الدعم فريق الدعم at sarah.nyumi صفحة الانستغرام دعموني باللايك واشتركي بالقناة لحتى تضل اتشجع دائما هيك ونزلكم محتوى اكتا اذا كانت جاهزين دعوني ابدو班 اصدربك يا حلوتي اشتركك اعطمارك كار انا اخو رفيكي او احبك كثير نحن بمكاننا نفتح الكوع ايدنا ورا رأسنا دقنا قريبة عصدنا ونطلع طلعات خفيفة طلعات خفيفة بظهري ليس برقبتي هون منضغط ومنبرم الكوع مفتوح راح نصل الوقت طلعات خفيفة تنفسي مع كل طلعات ثلاثة اثنين واحد برافو عليك عملي رول رول اوب وخليكي على ايدكي وركبك وركبك وخدي وضعيات الاستعداد ايدكي وركبك مديت ورجعت مديت ورجعت خلي ايدكي مستقيمين مديت بعش ممكن ما تعرفي تتوازني على فكرة هاي انه انت عم تلاقي صعوبة بالتوازن هاي اللي عم تشدلك العضلات راح نصل الوقت مدي ورجعي مدي ورجعي حافظي على بطنك مشدودة هيك بالعطية كاني فيه بانطلون ضيق لابستي اخر اثنين واحد يس منرجع منتسطح على ظهرنا يا حلوتي هاي المرة راح حط ايدي تحت اسفل الظهر بهاي الطريقة تحت اسفل الظهر راسي رفعته لفوق رجلي مديتهم بس هيك طلعي على بطنك بس هيك طلعي على بطنك يس انجوي ديس راح نصل الوقت صبايا 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 أصرية أصرية برافو عليكي سيكس فايف فور ثلاثة ثلاثة عملي رول بدي اياكي تعملي الرول هاي تلفي حالك تبرمي حالك وتطلعي وهالمرة راح نجي على وضعية البلانك على الكفين ايدي تحت الكتف تماما بطني جوه سحبت الركبة لعند الكوع ورجعت سحبت الركبة الثانية يمكن تلاقي التمرين مش كتير ممتع تستمتع فيه مثل تمارين الكارديو والرأس والقفز بس هذا التمرين حرفيا هو اللي راح يصغر لك مقاسات البنطلون هو اللي راح يشدلك منطقة الخسر والبطن بدونه هتحسي انه ضغرة المنطقة بس معنى مشدودة هذا التمرين هو اللي راح يشدلك ياهون اتنين واحد و رايحي بنرجع على ظهرنا نتستح فتحت رجلي بعرض المط هالمرة وتستحت و ايدي لفوق فوق راسي بحاول بطلع بريتش يعني بوصل لقدام وبرجع بوصل لقدام وبرجع بوصل اللي عم تلاقي صعوبة و ماعم تحسين تطلع كاملة بس هيك كمان بيصير هيك كمان بيصير اللي لا فيها تطلع لفوق وتريح على فكرة هيك اصعب انه ما تطلعي تطلعه كامله نصطلع هي اصعب هان بدي اياك تطلعي نصطلع ياس اي احبت رول اب رول اب وبعدين منرجع على ايدنا ورجلين وضعية البلانك مرة ثانية هالمرة انا بطني فعلا مجدودة بنزل الركب اليمين والركب اليسار بس بطني انا محافظة عليها خصري خط مستقيم ما عم يتحرك لايمين ولا يسار خصريك ثابت تماما الركب هن اللي عم ينزلو ايديك تحت كتافك وكتافك بعيدين عن ادناك اكتر من نص الوقت راح يا حلوتي تحملي معي شدي بطنك خصريك خط مستقيم اثنين واحد وريحي ريحي 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 يس كمان بحط ايدي تحت اسفل الظهر رجلي مرفوعين بهي الطريقة بطلع على صرتي وبحاول بنزلو وبرجعو بنزلو حافظ على الزاوية منفرجة بركبتي يعني الزاوية تركبتي لا تمدين هيك لا حافظ عليها منفرجة لا هي قائمة ولا هي منفردة تماما مصطلحات متماتيكية اليوم نعم نعم برافا لكي رول اوب وضعيت شو البلانك هالمره خصري ثابت رح انزل على الكوع بدون ما حرك الخصر قدر الامكان وبدل بالكوع مره يمين مره يثار مو بس عضلات البطن عم تشتغل كتاف زراعين صدر فخد امامي برافا عليكي كملي حاولي قدر الامكان الخصر ثابت لا يروح يمين ولا يثار اوكي قدر الامكان الخصر ثابت ثابت شدي البطن يس رجل واحدة اصري البطن بكل طلعة اصري البطن وتنفسي بدلي القدم بدلي مدي رجلك تماما حسي بعضلات البطن يه يس 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 وضعيت شو يا حزركن هالمره خلينا نعمل السايد بلانك برافا برافا فخورة فيكي لاني ما عم تتركيني لوحدي الكتف تحت الكوع تحت الكتف انا ورافعه هيك دفشت خصري لقدام بنزل وبرفع بنزل تعبتي يلا معلى شي اخر تمرينين جسمك خط مستقيم راسك خط مستقيم بنزلي وبترفعي وبتريحي نحن وقعدين عملنا شكل ألماسة برامة ضهري شوي اوكي وانا عاملة شكل ألماسة بهاي الطريقة يمين يسار يمين يسار برافا عليكي دوري ضهرك راح نصط الوقت حاولي تطلعي على إيديكي ثلاثة نين واحد يس طرف الثاني سايد بلانك تمرينين هلا هنجد الطرف الثاني سايد بلانك بعدين ريفرس كرانش وخلص أمننا على البطن اليوم الأمام بي الله ready let's go فوق تحت فوق تحت برافا عليكي حرفيا الكتف الكوع دائما تحت الكتف مشان ما يسبب لك ضرر بمفصل الكتف طلعي ونزلي نين واحد يس التمرين الذي عشقه حرفيا هو الريفرز كرانش بدنا نعمله بطريقة جدا professional صبايا professional لحتى نستفيد الاستفادة القصوى ready طلع خفيفة وبنزل على مهلي وبرجع رجلي طلع خفيفة وبنزل على مهلي وبرجع رجلي خفيفة برافا خفيفة برافا كملي فوق فوق اشتراك بالقناة اذا كنت مشاهدة جديدة احبكم كثيرا شوفكم بعدين باة باة اشتراك اشتراك